ايه هنبدأ بيه النهاردة اللي انت عايز وانا جاهز يعني انا اوصل الحاجات بتاعناوينك هي قدام هي وكلها حلوة وخطيرة بس هبدأ معك اكيد بحكاية الشناوي هل الشناوي مكمل مع الاهلي ولا الشناوي اخر الموسم خارج النادي الاهلي طيب الشناوي القصة يعني لها يعني زي ما بقوله كده الطريقين حلو انا هكلمك بنانة على المعلومات بتاعنا على النادي الاهلي حلو او لما سألت في الاهلي اتقال ليه حلو قصة الشناوي كاعروض وجيلو وصل للنادي عروض كلام له مفيش للنادي او موصيلش لنادي الحد دلوقت اي عروض خاصة بالشناوي في كلام ان الشناوي الناس كلاموه او الناس في السعودية اتصلوا بيه واحنا عايزينك معانا وهو هيعرض الامر على النادي عندما سألت هل في عرض رسمي للنادي الاهلي بخصوص الشناوي يتقال لي لا ليش حاجة رسمية لحد دلوقت جات للنادي رحيله من عدمه المعلومة اللي عندي برضو ان النادي الاهلي مش وسبقische لو هو باع محمد الشناوي مقابل مبلغ يليق بمحمد الشناوي كحارس مرمى كبير جدا طبعا واحد من الحراس اللي هيتكتبه في تاريخ النادي الاهلي زي بنتكلم كده على كابتن الكرامي وكابتن سابت وكابتن شوبير والحضري والحراس اللي سماعه في تاريخ النادي الاهلي قرويا يعني هيباع محمد الشناوي ظل اسمه من ضمن الأسماء دي لكن النادي الاهلي منتظر لو في عرض رسمي فعلا جيل النادي هيتم وبنقشته عن طريق لاجن تخطيط للكرة أو عن طريق شركة الكرة وهيشوفوا اللي فيه مصلحة الفريق وهياخدوا رأيي طبعا مرسيل كولر وهل العرض المادي يليق بالنادي الاهلي محمد الشناوي لا لا وبنان عليه ياخدوا قرارها لكن لحد وإحنا عاديم مع بعض الوقت ويفيش أي عروض رسمية عايز سريعا قبل ما راح للحواري عايز اسمع رأيك بقى عن فكرة الانتقادات اللي بيتعرض لها محمد الشناوي رأيك ايه بص انا يعني بقولها في كل حتة وبتشارف انها طلعت من مدرجات النادي الاهلي في البداية طول عمر جمهور الكرة كده كريم جمهور الكرة بيعش اللعبة جدا ويبص وجزات الانديها الجمهورية اللي بترتبط بلعبتها وطول ما انت ماشي كويس تلاقي الجمهور شايلك على الاعناق وبص طالع بيك سبع سمة بمجرد ما الكرف بتاعك او مستوك يقل شوية مع ظهور حد جنبك او حارس بديل ومستوى يرتفع تلاقي على طول الانتقادات بتاري تشتغل لكن هالجمهوري ايه اللي بيقرأ الشناوي اطلاقا هي الناس ممكن تحمل الشناوي مثلا الهدف بتاع مودرن سبورت وهدف بيرامد هدف مباراة الداخلية اه بس انا فهم فيه حاجة اسمها اخطاء مباشرة واخطاء هو مشارك فيها ممكن بتاع بيرامد كان خطأ كبير من الشناوي لكن الاخطاء التانية دي اعرف انت اللي هو ايه عشان انا يعني مستوى شو بير قعد برا فانا عايزك تبقى مثالي هو دي ميزة ان انت بقى فيه حد منافس لك في المركز بتاع حراس المرمى انا في مرة سألت الشناوي بقوله كان يعني كنت اعاد معاه فبقوله العلاقة دايما بين الحراس قال لي بص عشان تبقى على يقين يعني مفيش حارس مرمى يحب او يتمنى ان الحارس اللي معاه في الفريق يلعب عليه قال لي الحراس ممكن يكون علاقتهم ويه وكلام دا قل لك انه يلعب علي او انا الحارس تاني يتمنى ان العب علي قال لي دي مستحيلة تلاقيه في مركز هتبقى كذب يعني هتبقى مجابلك هزابة بالضبط لو اقولك مثلا انا عايز الحارس التاني مثلا في حكايات الشناوي دي يوعد معاك الشناوي يقول لك انا عايز مصطفى شبر هو اللي يلعب مستحيل هو قال لي كده قال لي مستحيل ان تلاقي حارس يقول لك كده او وكلام دا كان من فترة كبيرة فبالنسبة للجماهير او الهجوم او النقد او الكلام دا الجمهور الاهلي بيحب الشناوي جدا الراجل خاد مع النادر الاهلي بطولات كتيرة جدا ضحى بعروض كتيرة لكن الانتقادات كلها دلوقتي على ان الناس شايفة ان مستوى الشناوي انخفض او بعض الاهداف بتخش دلوقتي في مربع النادر الاهلي يتحمل مسؤوليتها او جزء من مسؤوليتها محمد الشناوي فهي دي القصة خاصة مع تقلق او ظهور مصطفى شوبر مع الفريق بشكل كويس في تونة افريق